المعادلة هي Y يساوي X زائد ثلاثة حددوا جميع نقاط X و Y التي تحقق هذه المعادلة ارسموا المحور الرأسي Y والمحور الأفقي X لاحظوا أن المعادلة مكتوبة بصيغة الميل والمقطع وهي MX زائد B نقطة التقاطع مع المحور الرأسي عند Y يساوي ثلاثة وميل الخط يساوي واحد حددوا نقطة التقاطع الصفر فاصل ثلاثة أي هذه النقطة وبما أن الميل يساوي واحد هذا يعني أن الخط يشبه هذا الشكل لأنه كلما ازدادت قيمة X بمقدار واحد ازدادت قيمة Y بمقدار واحد تذكروا أن أي نقطة موجودة على هذا الخط تحقق هذه المعادلة مثلاً إذا كان X يساوي 5 Y يساوي 8 لاحظوا أن النقطة 5.8 موجودة على هذا الخط هذا يعني أن جميع النقاط الموجودة على هذا الخط تحقق المعادلة Y يساوي X زائد ثلاثة افترضوا أن هناك معادلة ثانية وهي Y يساوي سالب X زائد ثلاثة حددوا جميع نقاط X و Y التي تحقق هذه المعادلة نقطة التقاطع مع المحور الرأسي أيضاً عند Y يساوي ثلاثة ولكن ميل الخط يساوي سالب واحد هذا يعني أن شكل الخط يجب أن يكون هكذا لأنه كلما ازدادت قيمة X بمقدار واحد قلت قيمة Y بمقدار واحد هذا يعني أن أي نقطة موجودة على هذا الخط تحقق المعادلة Y يساوي سالب X زائد ثلاثة السؤال هو هل هناك نقطة معينة تحقق المعادلتين؟ تحقق جميع النقاط الموجودة على الخط الأصفر المعادلة الأولى وتحقق جميع النقاط الموجودة على الخط البنفسجي المعادلة الثانية النقطة الموجودة على كلا الخطين هي النقطة التي تحقق المعادلتين أي نقطة تقاطع الخطين لاحظوا أن نقطة التقاطع مع المحور الرأسي هي نقطة تقاطع الخطين إذن النقطة 0.3 هي النقطة التي تحقق كلتا المعادلتين تحققوا من ذلك إذا كان X يساوي 0 Y يساوي 0 زائد 3 ويساوي 3 وفي المعادلة الثانية Y يساوي سالب 0 زائد 3 ويساوي 3 إذن تحققوا هذه النقطة كلتا المعادلتين وبهذا تمكنتم من حل نظام المعادلات باستخدام الرسم البياني نظام المعادلات هو عبارة عن مجموعة من المعادلات ولكل معادلة قيم محددة لX وY المعادلة الأولى في هذا المثال Y يساوي X زائد 3 والمعادلة الثانية Y يساوي سالب X زائد 3 قيم X و Y التي تحقق المعادلة الأولى موجودة على خط مستقيم في المستوى X Y والقيم التي تحقق المعادلة الثانية موجودة على خط آخر في المستوى X Y والنقطة التي تحقق كلتا المعادلتين هي نقطة تقاطع الخطين الطريقة الأولى لحل نظام المعادلات هي تمثيل المعادلتين بيانياً ثم تحديد نقطة تقاطع الخطين وبالتالي تكون نقطة التقاطع حلاً للمعادلتين هناك طرق أخرى لحل نظام المعادلات وسنتحدث عنها في الدروس القادمة انتقلوا إلى المثال الثاني المعادلة الأولى Y يساوي ثلاثة X ناقص 6 والمعادلة الثانية Y يساوي سالب X زائد 6 أرسموا المحور الرأسي والمحور الأفقي إحداثيات المحور الرأسي من 1 إلى 10 وإحداثيات المحور الأفقي أيضاً من 1 إلى 10 ابدأوا بالمعادلة الأولى نقطة التقاطع مع المحور الرأسي عند Y يساوي سالب 6 أي هذه النقطة وميل الخط يساوي ثلاثة هذا يعني أنه كلما ازدادت قيمة X بمقدار 1 ازدادت قيمة Y بمقدار 3 هذا يعني أن شكل الخط هكذا ونقطة التقاطع مع المحور الأفقي هي 2.0 لأن 3 ضرب 2 يساوي 6 وال6 ناقص 6 يساوي 0 انتقلوا إلى المعادلة الثانية نقطة التقاطع مع المحور الرأسي عند Y يساوي 6 وميل الخط يساوي سالب 1 هذا يعني كلما ازدادت قيمة X بمقدار 1 قلت قيمة Y بمقدار 1 ونقطة التقاطع مع المحور الأفقي هي 6.0 ارسموا خطا يصل بين هذه النقاط ما هي النقطة التي تحقق كلتا المعادلتين؟ لاحظوا أن هذه النقطة موجودة على كل الخطين وهي نقطة تقاطعهما حاولوا الآن تحديد احداقيات هذه النقطة X يساوي 3 وY يساوي 3 إذن النقطة 3.3 هي النقطة التي تحقق كلتا المعادلتين تحققوا من الحل إذا كان X يساوي 3 في المعادلة الأولى 3 يساوي 3 ضرب 3 ناقص 6 ويساوي 9 ناقص 6 ويساوي 3 إذن تحقق النقطة 3.3 المعادلة الأولى وفي المعادلة الثانية 3 يساوي سالب 3 زائد 6 ويساوي 3 هذا يعني أن الإجابة صحيحة وبهذا تعلمتم طريقة حل نظام المعادلات باستخدام الرسم البياني ترجمة نانسي قنقر